ما تخافش على الأهلي أهلاً بحضراتكم الجديد ما تخافش على الأهلي مع بداية خطوات جادة جداً وقوية نتمنى إن شاء الله تعالى يتكتب لها التوفيق ونتمنى بإذن الله الأهلي يستفيد ومستر ريكارد سوارش يوفق في هذه الخطوة الجديدة جداً اللي أبرز أو كل ما فيها حنشوفها مع حضراتكم فيه الغربال سوارش مرحلة التحديات والأهلي كل فترة عنده تجربة صحيح إن التجربة دي لم يكتب لتجربة بيت سمو سيمان إنها تكتمل حتى النهاية لظروف تتعلق بالراجل نفسه لظروف صحية لظروف نفسية لظروف شخصية أراد إنه يوقف العلاقة عند هذا الحد ولا يوجه له الشكر والتأدير وتم الانفصال بكل احترام ودي القيمة والسمعة يا جماعة اللي للنادي الأهلي برة لما الأهلي بيحتاج مدرب شوفوا لما بدأ يتفاوض مع المدربين إنهالت عليها السيارة الذاتية لعدد كبير جداً من المدربين إلى أن استقرت إدارة الكرة سواء شركة الكرة القدم أو لجدة التخطيط أو الكابتن الخطيب المفاوض بالإشراف مع الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة على هذا الاختيار فوصل اليوم ريكاردو سوارش لمقر النادي واستقبله كابتن الخطيب في هذه اللحظة راشماندس يعني الكلام الكتير اللي تقال اللي حينقش السيرة الذاتية مش حلائي ضلته لكن اللي عايز ينقش شخصيته وكفاءته هو من خلال اللي يعرفوه ومن خلال بعض المتابعات لطريقة شغله ربما يروا فيه نموذج عنده شخصية وعنده الطموح وهارد ووركر أو بيشتغل بيشتغل يعني صحته بسم الله ما شاء الله صغير في السن 47 سنة واضح أنه عنده نشاط لكن لا عايزين وإحنا لازم يبقى لنا رأي في كل حاجة دلوقتي قبل من الرجل يستنى ولا العقل بيقول نستنى ونشوف بالظبط يعني هو لازم نقول أخم على الحاجة لما تتعمل بالظبط فايلر برضو كنا متخافين يستنى نشتغل الرجل الله إيه ده تلعب مفاجأة أما تتعشون مفاجأة يعني أنا لو أفكركم بالليل ناس ألته من محللين وخبر وإعلاميين عن رينيف فيلر أول ما الأهلي جابه وأول ما اتعملوا المؤتمر وهو قعد على المنصة وكان كابتن دكتور طه اسماعيل بيقدمه شوفوا حجم الانتقادات اللي وجهت للأهلي وشركة الكورة أو لجنة الكورة وقتها على هذا الاختيار وده ما عندهش خبرات وسنه صغير وما عندهش سفيق والكلام اللي إياه اتقيم قبل ما يبدأ بمجرد لما بدأ وبصمته ظهرت الدينة تغيرت الحياة كلها مش المعايير كل شيء بواحد يجي له عريس لبنته مهندس مرتبه كذا عنده عرامية شكل كذا مش عارف ايه ابن ناس ابو فلان ابو فلان حاجة مرعبة بتتجاوز يطلع بخيل يطلع ما بصرفش يبقى الفقير حسن منه لان الفقير على فكرة الغاني بقدر ما ينفق طب انه عارف ان الغاني ازاي ازا كنت ما بتصرفش لكنك مش غاني يعني يطلع فيه عيوب تخلي حيالها تستمر وفي نفس الوقت البنت دي ترفض واحد بادي باول الطريق لكن عنده الطموع وعنده الامكانيات وعنده الرؤية الواضحة لسكته وعلى خلق وعنده مسئولية فيروح ياخد جارتها تفاجأ بعد سنتين انه هي فشلة والراجل ده عمل البيزنس اللي عامله او الشغل اللي عامله عمال يكسب ويتطور ويبقى حاجة كبيرة ودي نماذج بتشوفها في الحياة اذا العبرة بالشخص بما يملكه من ملكات ورغبة وطموح واخلاص انه ينجح ده المعيار اللي بحبه ولذلك انا مش عايز يقول ايه اصلح على طريقة مانو الجوسيق يا اخوانا مانو الجوسيق الخلطة السحرية بتاعته اللي اكتشفناها بعد تجربتين اول سنة ما عبرتش عن نفسها اول لكن تاني سنة او تاني مرة الناس شافت دي بما فيها اللعيبة لما خلقتله الجيل استطاع ان هما يعمل الخلطة السحرية تحبني وتخاف مني ولكن تحترمني باستمرار تحترمني فكان فيه الكنترول والسيطرة والتزديق ورغم كده كان فيه نجحات مبهرة طبعا لكن فيه لحظات من عدم التوفيق فيه تعسورات كتير طبيعة الامور لكن انت كنت بتصق ايه انا من والمعي هيعالج و هيعدي اه فيه ثقة كبيرة عايزين دي عشان تكتسب التجربة ندي للتجربة وقتها مش عايزين نتصرع لا في الحب ولا في اه لا الدعم اه احنا وراك مش هننطقدك مش هنهجمك حنستنى لما تعمل كل اللي في بالك حتى لو بدأ لنا مهمو ممكن يجي على لعب انت بتحبو ملعبوش وارد او يستحملك واحد تاني تقوله رجعت تاني مين اللي تغير دماغك هتجيب لنا فلان ما تسيبوا الناس ونشوف في الاخر تجربته لازم ياخدها طيب مستر ريكاردو سوارش شكل الجهاز بتاعه اللي تم اعتماده تم الاحتفاظ او استمرار الكابتن سامي ومصان مدير كورة او مدير للجهاز وكابتن سامي او مصان مدرب موريسيو فاش مدرب ويرقول فاريا مطور اداء وبدرو جيمرايش مخطط احمال واخصائي فيسيولوجي وادوارد لوبو مدرب حراس مارما ولويس بيريرا محلل اداء الفرق المنافسة وهنا يتلاحظ يا جماعة انه المهام متنوعة من ناحية الاحمال من ناحية الفيسيولوجية من ناحية تحليل الفرق من ناحية تحليل اللعيبة المعالجات الفردية للعيبة شكل تشكيلة جهاز متنوعة اقرب الى الصحيح تشكيلة اقرب الى الصحيح ولكن ينقصها حاجة اتمنى انهم يتم تداروكها لو لقوا الضلة بتاعيته اللي هو اللايف كوتش او انت قلت ايه محلل فيسيولوجي لا سايكولوجي انه يقول لي اخرج من الاحباط ازاي اخرج من الاو ويبقى هو عنده هو ده المطور الى ده ده اول تدريب له لقطات من اول تدريب له النهاردة مع الفريق ده فقط على شاشة الاهل يا جماعة اه يعني برضو حيبقى جاء نازل حنلاحظون المتحمس ايه هو جهازه طبيعي خلونا بس نستنى ونتحمل مش معاول ماتش نطلق الاحكام سلبا او اجابا نهدى بقى شوية مش ضروري يبقى لنا رأيي النهاردة يعني استنى بس استنى شوية الحياة له كانت تصريحات مهمة من خلال السوشيال ميديا الخاصة بالنادي وصفحات النادي الرسمية قال انا ما بحبش اتكلم عن نفس كتير بفضل ان الناس تشوف شغلي في الملعب لكن انا واثق ان اللعيبة حيدوني كل اللي عندهم وده من واضح من علاقته فيهم قال ان احنا نعلم انه قدامنا جدوى المزدحم جدا بالمباريات عشان كده حيكون من الصعب ان انا اغير الطريقة او اسلوب اللعب بتاعي في التدريبات فجأة او بسرعة لكن انا بوعد كل جماهير الاهلي انه حيكون فيه تحسن ملحوظ وواضح في اداء الفريق بعد الفترة المزدحمة بالمباريات ودي فكرة ان انت ما تنتظرش ان الرجل فيده عصى موسى هيرميها بكرة تلاقي الاهل مختلف بيقول ان انا هاخد وقت ان انا افرد افكاري لكن هراعي زحمة المباريات وتوليها وايلا تحصل عملية ارتباك قال ان مدرسة التدريب البرتغالية معروفة وليها قيمة كبيرة في العالم كمان الاسبانية والايطالية والانجليزية والالمانية واكتر المدربين اللي انا بحبهم بيب جوارديولا وييرنجان كلاب وقال ان انا بالنسبة لجوزي ميرينيو احدى استفرى بالنسبة للمدربين البرتغاليين جاء عند معشوق جماهير الاهلي بقى عشان تشوفوا منول جوزي قال ريكاردو سوارش انا بحب منول جوزي بشكره على كلامه عني في وسائل العلام انا اتكلمت معاه اداني معلمات مهمة جدا عن النادي الاهلي وعن جمهور النادي الاهلي وعن الشعب المصري الجميع يعرف الاهلي عندنا في البرتغال ويعرف الارقام اللي حققها منول جوزي مع الاهلي والبطولات الكتيرة محليا وافريقيا اللي حصل عليها وانه قد ايه كان بيسعى دايما للانتصارات قال كمان جوزي قال لي الاهلي النادي كبير جدا طموحه كبير اوي وعنده جماهيرية غير طبيعية وجمهوره بيعشى النادي اوي قال انه اتكلم معايا عن ثقافة اللعب المصري امكانياته الفنية واخبرني بان اللعب المصري يشبه الى حد كبير اللعب البرتغالي تكلمني عن الظروف بالنسبة للمعيشة في مصر حالة التقس في مصر قال ان انا اتكلمت كتير مع بعض المدربين البرتغاليين اللي اشتغلوا في المنطقة العربية لكن بالنسبة لي كان كلام من والجوزي هو المهم والفارق قال ريكاردو سوارش ان انا جات لعروض كتيرة لكن اول مجاني عرض الاهلي ما فكرتش في حاجة بسبب ان انا عرفته عن حجم الجمهور العظيم اللي بيتمتع به هذا النادي وعرفت ان الاهلي عنده دايما مشروع واضح وبيسعى باستمرار انه يكسب البطولات وبعتبر انه تدريب الاهلي بالنسبة لي شخصيا تحدي كبير قوي لانه اكبر نادف افريقيا قال ان فيه تشابه كبير بين اللعب المصري وبين اللعب البرتغالي على المستوى الشخصي والتكوين كمان من طبيعة الناحية المهارية اللعب المصري من اللعبة الموهوبة اللي بياخده قرارات جيدة اثناء المباريات لكن بيحتاج لتحسين في النواحي التاكتيكية وهي المرحلة اللي مرت بها الكرة البرتغالية قبل كده وقال انه في القريب العاجل من خلال شغل مع الفريق هيكون فيه تحسن في هذا الاداء اتكلم طبعا انه شاف مباريات للاهلي ولكن الجزئية بتاعت انه عندك تعليق على انطبعاته انطبعات يعني كلها انطبعات انا قلتلك ان البرتغال مناخه الكروي قريب من مصر نظامها الكروي هم اكثر تنظيمة شوية لكن برضو هم يعترف بالقصور في بعض الامور وان المود واحد يعني العيبة هم مزاج لاتيني برضو اللي هو بيبقى سخت متفاعل مش حيادة قوي ومش محترف زيادة على لزو ودي ميزة وعيب انك وانت بتلعب كرة القدم تلعبها بشغف لكن مش بتلعبها باحتراف في كل الأوقات ودي عيب احد العيوب يعني شوف كل ما يقوله انا بالنسبة لي حيبقى جزء يديني فكرة عن ملامع شخصيته مش حكم عليه دلوقتي حتى اول ماتشو اول تاني ماتشو ان لما لاقي ان العيب في القالي مثلا في تطور بدني مثلا في تطور جماعي هو ايه اللي كان بيخلي النادي القالي فرهد اي فرقة فكرة الضغط وتلحم الخطوط دي بقيتش موجودة حتى وانت بتستحوز بتستحوز بالمهارة الفردية بتاعت لعبتنا لعبتنا مميزين فردية فبيعملوا كده فلما بتيجي لحظة السرخاء بيستفيد منها الخصم لان فيه فراغات كتير بيقدر استفيد منها ويعمل هجمات مرتدة ويسبب لك مشاكل لو قدرنا نبقى كمباكت او كتلة واحدة ونستعيد بس دي عايزة لياقة عالية وزهنية عالية لو عارف يعمل كده يبقى حطي رجله صح او 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 او